موسيقى بسم الله أبو الإبن والروح القدس لله الواحد أمين عندنا سؤال النهاردة بيتكلم على باستفسر مين هم الملايكة وجوم إزاي ووضعوهم إيه وعايز يعني ياخد كده معلومات مختصرة عن موضوع الملايكة وأحب أن أنا أشكر صاحب هذا السؤال الأول وأحيي أنه هو باحث جميل بيحب يجيب معلومات عشان ما يقرى كتاب المقدس يبقى فاهم لجوانب الأحداث في الكتاب المقدس الملايكة عرفهم معلمنا بوليس الرسول في رسالته للغيرانيين وقال إنهم أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص فهم أرواح ربنا أعدها بتطيع إرادة الله وعشان تنفذ مقاصد الله وأحكامه في العالم وعشان أيضا يسبحوا وإن كمان ذكر عنهم الكتاب المقدس أن البني إسرائيل خدوا النموذ بترتيب ملائكة كما ذكر في سفر الأعمال وفي حياة السيد المسيح بشروا بحبله بشروا بولدته بشروا بقيامته وصعوده وأيضا أعلنوا لنا مجيئه التاني كذلك يحن المعمدان بشروا بملاد يحن المعمدان والكتاب برضو وضح لنا أن إحنا بناخد معونا لما نصلي ونطلب مرافقتهم لينا وأيضا أنهم بيفرحوا بتوبة الخطاء وربنا وكل ليهم خدمة أولاده في كل مكان فهم طبعتهم إيه زي السؤال ما بيقولهم طبعتهم روحانية سمائية مجرد من المادة يعني هماش مخلوقات مادية مرئية خالص يعني زي ما بيقول المزمور الصانع ملائكته أرواحا وخدامه نار ملتهبة لكن ممكن الملاك ياخد صورة جسد إنساني يعني ممكن الملاك هيظهر لحد يكلمه فإيه ياخد شكل إنسان بيتكلم عشان يعرف يكلم اللي ظهر له طبعتهم بقى إنهم أقوى هم قوة أكبر من البشر وأكثر علما ومعرفة وقدرين على النفاذ لطبيعة الأشياء لا يعوقهم أي اضطرابات أو تشويش أو ظلمة أو جهلة أو مرض أو ضعف أو خمول زي إحنا البشر ما منتعرض زي إنهم متجردين عن الحياة المادية الجسدانية يعني لا يأكلوا ولا يشربوا ولا يتناسلوا ولا يمرضوا ويضعفوا واخدين بالكم زي ما قال المسيح للمجد لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونوا كملائكة الله في السماء عددهم ثابت ما بيتغيرش لا بيزيدوا ولا بينقصوا وربنا استخدمهم في خدمة البشر فعشان كده هما في المرتبة أقل من البشر ما بيخدموهم بيخدموا البشر والله لم يتخذ منهم أنبياء ولا حد منهم خد كرامة الكهنوت أو خد بركة الاستشهاد من أجل الإيمان لكن المسيح للمجد لما تجسد خد الطبيعة البشرية والبشر عند ربنا في مرتبة أعلى من مرتبة الملائكة لم يذكر لنا الكتاب المقدس أنه متى خلقت الملائكة لكن يعني أحد القدسين تأمل أن ربنا خلقهم في اليوم الأول لما خلق السماء والأرض في البدء خلق الله السماء والأرض خلق أيضا الملائكة اللي هي كانت عايشة في السماء واخدين بالكوف وفي سفر أيوب لما ربنا بيعتب أيوب يقول له أين كنت حين أسست الأرض عندما ترنمت كواكب الصبح وهاتف جميع بني الله اللي هم الملائكة يعني كواكب الصبح وبني الله هم الملائكة وعددهم ما حدش قدر يحسي أعدادهم أعدادهم ألوف ألوف بيصوصو كده ده كلام مش مزبوط الملائك ده حاجة كبيرة قوية كده ده جيش سنحريب ملك أشور ملائك واحد موت منهم 185 ألف واحد فقويته إيه ده بقى أو يشوع منون لما شافه واقف عند أصوار أريحة وشافه حاجة كبيرة كده عالية واخدين بالكم ومثلا سفر الرؤية لما ذكر عن الحرب اللي هتحصل بين قدها ملائكة قوات حرب يخدموا ربنا بينفزوا ما شئتوا بيخدموا البشر وخدموا السيد المسيح في حياته لحد صعوده وإحنا محرصين بقوتهم معونتهم وربنا بيبعثهم يخدمونا ويحاموا عننا ويحفظونا بركة صلواتهم وشفاعتهم تكون معنا أمين